اشتركوا في القناة مهم ومهم جدا وهو شرط اساسي جديد ابتداء من هذه السنة طبعا اول خطوة مشينة يا عزائي هي التوجه للموقع الرسمي للغرين كارد كما تشاهدون هناك موقع واحد اللي هو هذا المتواجد امامكم هنا كل موقع الاخرى تعتبر موقع نصابة طبعا رابط الموقع موجود اسفل الفيديو كما تشاهدون من الشروط المهمة جدا في غرين كارد هو مواصفات الصورة يعني كما تشاهدون يعني كتروحوا للمقال موجود اسفل الفيديو طبعا بالنسبة لمن ليس على دراية ما هي الغرين كارد ستجدون شرح الغرين كارد شروط الغرين كارد مميزة الغرين كارد يعني هل يمكنك التسجيل عدة مرات لزيادة الحظوظ وهو لا طبعا الجواب كل شيء ما يخص يعني معلومات او الاسئلة الشائعة بخصوص الغرين كارد في حين يعني هنا تجدون مواصفات الصورة يعني كما تشاهدون هذه الصورة يجب اخذوها معكم للمصور حتى يقوم بعمل لكم صورة ب600 في 600 بيكسل يعني هذا هو مقاس الصورة وحجمها لا يزيد عن 240 كيلو بايت باضافة انه الامتداد او الاكستنسيون اكستنشن تا الصورة تكون بفورما جي بي اجي يعني قوموا باخذ هذا الفقرة هنا الى المصور بالاضافة الى هذه الصورة هنا وهو سوف يفهم كل شيء طبعا يمكنكم ايضا دخل الى هذا الرابط هنا حتى تتعرفوا اكثر على شروط الغرين كارد كما تشاهدون كل ما يخص المعلومات عن الغرين كارد طبعا كان شرط اساسي هو ان الخلفية يجب ان تكون بيضاء النظارات ممنوعة كما تشاهدون مش نعزاء يعني بالنسبة حجم الصورة كما قمنا بشرحه سابقا وهو 51 في 51 مليمتر كما تشاهدون هنا يعني هاي مكتوبة من الموقع الرسمي ترافل ستيت جوفرنمنت يعني الخاص بالولايات المتحدة الامريكية طبعا resolution نقطة مهمة جدا التي يعني يقوم بالسؤال عنها الاخوات وهو الخمار يعني الحجاب كما تشاهدون هنا طبعا هو acceptable كما تشاهدون هو مطلوب يعني عفوا مقبول ان تقوم باخذ الاخت صورة بالحجاب ولكن بشرط كما تشاهدون في هذه الصورة هنا لا يقوم هذا الحجاب يعني تغطية الجبهة وكامل الوجه يعني يجب ان يكون شكل الحجاب بهذا بهذا الشكل يعني بالنسبة لهذه الصورة طبعا كما اشرت سابقا الخلفية يجب ان تكون بيضاء وطبعا الصور بالنسبة للاطفال كما تشاهدون هنا كل المعلومات الخاصة عن الصور كما تشاهدون هذه الصورة ممنوعة لانه كي ينظل هنا كما تشاهدون هذا الصورة ممنوعة ايضا لانه الطفل يقوم بالنظر الى الجهة الاخرى في حين انه يجب ان ينظر مباشرة الى الكاميرا طبعا ننصحكم ايضا بالدخول الى هذا الرابط وسوف نقوم بالتحدث ايضا على من لا يملك شهادة الباكرلوريا والان مشاهدين يا عزاء بعد الانتهاء من اخذ الصورة وفق المعايير والمواصفات والشروط المطلوبة في الجرين كارد نتوجه مباشرة الى الموقع الثاني هنا من طبعا الموجود اسفل فيديو من موقع كليباكسيز الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الامريكية للتحقق من صورة الجرين كارد هل مقبولة ام لا نقوم بالضغط مباشرة هنا ثم يعني تظهر لنا هذه الصفحة التي فيها نفس المعلومات هذه المعلومات باللغة الانجليزية هي نفسها الموجودة هنا باللغة العربية يعني قمت بتغجمتها اليكم ثم نقوم بالضغط مباشرة على هنا كما تشاهدون على هذا البرنامج المقدم من طرف وزارة الخارجية الامريكية للتحقق من الصورة نقوم بالضغط هنا على start بهذا الشكل ثم بعد ذلك كما تشاهدون نضغط على choose photo يعني نقوم باختيار صورتنا ونشوف هل الصورة تطابق المعايير كما تشاهدون نجيب الصورة ان تكون بهذا الشكل نضغط على choose photo ثم نقوم باختيار يعني الصورة هم هل الصورة نعم بهذا الشكل مثلا هذه الصورة كما تشاهدون نصغرها هكا من هنا ثم هكذا لا ثم نضغط على crop photo بهذا الشكل وكما تشاهدون هاي الصورة يعني مقبولة تمام القبول يعني للمشاركة بهذه الصورة في الغرين كارت يعني يجب الصورة بتاكم تحطها في هذا الموقع نقطة مهمة جدا ولازم يكون هذا الخطوط الخضراء توافق الرأس وتوافق الوجه طبعا كما تشاهدون كما بعدما تقومون بالحصول على تصوير الصورة التي توافق الشروط المطلوبة لتسجيل في الغرين كارت نذهب مباشرة إلى هنا ونضغط على Begin Entry بهذا الشكل يعني الطريقة تسجيل سهلة وسهلة جدا سنقوم بشرحها مع بعض طبعا هنا نقوم بكتابة هذه الكابتشا هنا 8G عفوا Submit ثم تظهر لنا يعني هذه الصورة لديكم 30 دقيقة فقط لما لأكل معلومات هنا اللقب هذه Last Family Name هو اللقب First Name هو الإسم الأول يعني اسمكم الإسم هنا اللقب هنا Middle Name بالنسبة لمن لديه إسمين مثلا نقول اسم محمد أمين بهذا الشكل نقوم بكتابته بالنسبة لمن ليس لديه إسم ثاني يقوم مباشرة بالضغط على هنا No Middle Name طبعا بالنسبة إلى اسم مثل عبد الرحمن يكون هو اسم First Name فقط وليس First Name زائد Middle Name هنا جندر ذكر أو أنثى هنا تاريخ الميلاد طبعا هنا الشهر هنا اليوم هنا السنة نقوم بكتابة الشهر مثلا شهر ديسمبر نقوم بكتابة إثنى عشر هنا المدينة التي أولدتم بها يعني هنا كما تشاهدون Enter birth city only يعني قوم بكتابة اسم المدينة فقط ليس الولاية وليس أي شيء آخر فقط اسم المدينة هنا Country يعني البلد الذي أولدتم فيه مثلا الجزائر هنا Country of eligibility for the DV program طبعا كل بلدان العربية مؤهلة لذلك نقوم باختيار يعني يعني نقوم بالضغط هنا Are you claiming eligibility based on the country where you are born يعني هل أنت تشارك في الجرين كارت استنادا إلى البلد الذي أولدت فيه تقوم بالضغط على نعم طبعا هنا بالنسبة إلى النقطة الجديدة وهي جواز السفر كما تشاهدون Passport هذه النقطة الجديدة المطلوبة في الجرين كارت طبعا هنا Last name تقوم بإحادة كتابة يعني اللقب ثم الإسم الأول إذا غير موجود Middle name نقوم بالضغط على No middle name Passport number رقم جواز السفر تجدونها في جواز السفر يعني مكتوب Passport number في كل جواز السفر الجزائري المغربي تجدون مكتوب Passport number هنا Passport expiration date يعني تاريخ انتهاء الباسبور متى يموت هذا جواز السفر تاريخ انتهاء الباسبور نقوم بكتابتي هنا month الشهر day اليوم year السنة طبعا country من أي بلد تحصلت على جواز السفر إذا كان من الجزائر تقوم بالضغط على الجزائر هناك حالات كما تشاهدون بالنسبة إلى الأشخاص الذين ليست لديهم جواز السفر stateless يعني هذه stateless كان بعض الأشخاص الذين ليست لديهم جنسية الشخص الذي ليس لديه جنسية أي جنسية يقوم باختيار هذا النقطة هنا national of communist control country and unable to obtain a passport from my government هنا بالنسبة للأشخاص الذين يسكونون يعني في دولة communist يعني دولة شيوعية طبعا هذا الأمر غير متحلق بالدول العربية unable to obtain a passport and had received an individual waiver of the passport requirement by the secretary of homeland security or secretary of state طبعا هذا اللي عنده التصريح من يعني homeland security or security of state من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك طبعا الجميع نقوم بملء المعلومات هنا لأنه لا أعتقد أنه هناك شخص يمثل أحد هذه الحالات ثم نذهب إلى هنا مشاهدين أعزاء ونقوم ب يعني اختيار الصورة من هذا الرابط طبعا نقوم باختيار الصورة هنا يعني mailing address يعني عنوانكم هنا تقومون بإعادة كتابة اسمكم أو يعني تتركونها فارغة it's optional يعني تقومون بكتابة اسمكم أو تتركونها فارغة هنا نقوم بكتابة العنوان كاملا هنا نقوم طبعا إذ لم تكفي يعني هنا سطر نقوم باختيار يعني السطر الثاني نقوم بالكتابة هنا في السطر الثاني هنا نقوم بكتابة المدينة city town المدينة مثلا مدينة باب الزوار هنا district county state الولاية ولاية الجزائر العاصمة هنا postal code zip code مثلا بالنسبة الجزائر العاصمة نقوم هذا هو بالنسبة الجزائر العاصمة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون ما هو zip code الخاص ب بلدهم أو عفوا الخاص بمدينتهم نقوم بكتابة zip code في موقع جوجل نسمع جيدا نقوم بكتابة zip code في موقع جوجل زائد يعني مدينة مثلا باب الزوار مشاهدنا الأعزاء بهذا الشكل ثم بعد ذلك يظهر لنا رقم نقوم بكتابة هذا الرقم هنا ثم لدينا بعد ذلك country يعني البلد ثم هنا country where you live today البلد الذي تعيش فيه حاليا ثم هنا رقم الهاتف ولا ننسى كتابة يعني 00 213 ثم هنا البريد الإلكتروني والبريد الإلكتروني شيء مهم لأنكم ستحتاجون إليه لاحقا ثم هنا مشاهدنا الزاء يعني اليوم ما هي الشهادة التي تحصلتم عليها واشاركم تقرأوا الشهادة التي تحصلتم عليها طبعا بالنسبة اللي متحصلين على شهادة جامعية نقوم بالضغط على university degree بالنسبة اللي متحصل على شهادة license نقوم بكتابة university degree بالنسبة الذي تحصل على شهادة باكالوريا فقط high school degree بالنسبة إلى التحصل على شهادة master نقوم بكتابة master degree وبالنسبة لمن ما زال يدرس الآن حاليا some graduate level degree بالنسبة لمن يدرس شهادة master أو شهادة magister وطبعا some university courses لمن ما زال يدرس في الجامعة شهادة الليسونز ثم وهنا نقطة مهمة جدا مشهنا عزائنا قمنا بشرحها أيضا في الرابط بالنسبة لمن ليس لديه طبعا شهادة الباكالوريا كما تشاهدون يعني هنا مكتوب يعني يجب أن تكون لك تكون عامل ماهر في أحد الوظائف التي تتطلب على الأقل سنتين من التدريب أو الخبرة لتأهل وتجد كل هذه الوظائف في الموقع الرسمي هنا كما تشاهدون 12online.org الذي تجدون رابطه هنا يعني نقوم بدخول إلى هذا الموقع كما تشاهدون هذا هو الموقع هنا طبعا بالنسبة لطريقة البحث عن الوظيفة نقوم بالضغط هنا على ثم نقوم بكتبة وظيفتنا مثلا بيكر خباز كما تشاهدون يظهر لنا الرقم الخاص ببيكر كما تشاهدون وكل معلومات الخاصة عن هذه المهنة هل هي مؤهلة أم غير ذلك يجب البحث عن مهنتكم في هذا الموقع مشاهدون أعزاء ثم الخطوة الرقم 14 هي حالة الاجتماعية هل أنت غير متزوج هنا غير متزوج متزوج يعني أنا متزوج وزوجتي ليست يعني مواطنة أمريكية أو مقيمة دائمة في أمريكا هنا متزوج وزوجتي هي أمريكية أو مقيمة دائمة في أمريكا هنا مطلق هنا طبعا مطلق هذه ليست في البلدان العربية number of children 1, 2, 3, 4 أو بالنسبة لمن ليس لديهم أطفال نقوم بكتابة الصيفر مباشرة ثم نضغط على continue وسوف يأخذنا بالنسبة لذين لديهم أطفال ممتزوجين يأخذنا إلى صفحة أخرى نقوم بكتابة المعلومات الخاصة باسم الزوجة ونفس المعلومات التي كتبت عن نفسك سوف تقوم بكتابتها عن الزوجة وعن الأطفال ثم بعد ذلك تظهر لنا الصفحة يعني اللي فيها confirmation number يجب ويجب ويجب حفظ هذه الصفحة بعناية لأننا سوف نحتاج إليها في بداية شهر ماي 2020 أين سوف تظهر نتائج الغرين كارت هذه هي طريقة التسجيل في غرين كارت مشاهدنا أعزاء في الأخير نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وإذا لديكم أي سؤال لا تنسوا طرح أسئلتكم هنا في موقعنا أو يمكنكم توجه إلى صفحتنا على الفيسبوك وطرح أسئلتكم وسوف نقوم بالإجابة عليها بالتفصيل في الأخير نشكركم مرة أخرى مجنازة على حسن الاستماع والمتابعة نلتقي مرة أخرى في فيديو آخر دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء